بيبدأ المسلسل مع شاب بواسيم اسمه جون بنا اعرف ان هو كان عايش في امريكا ولسه راجع لكوريا قريب اه هو لسه راجع دلوقتي بالزبط عزيز المشاهدة علشان المصدقية بس عمه بيروح يستقبله في المطار وبياخده للبيت اللي هيقعد فيه وبيطلب منه يستقر في كوريا بقى وميستفرش تاني عم ازهقتين اكل شوية جيبك من المطار يعني بس جون بيرفو ده بقوله ان هو لازم يخلص شغله في اسرع وقت علشان هيرجع تاني امريكا بعدها بنشوف بطلتنا الشياء وبتكون بنت جميلة ورقيقة بس خجولة وحزاها وحش حبتين يعني وبنعرف ان صاحبتها حدت لها معود مدبر مع زميلة علشان تتعرف عليه وتتجوزه وربنا يكرم بتوصل للمكان وبيكون نفس المطعم اللي جون قاعد فيه ولما بتشوفه بتفتكره العريس بتروح تقعد معاه وبتعجب بواسمته بتحاول تتعرف عليه وبتسأله عن اسمه جون بيتفاجئ لما بيشوفها وبيعرف انها زميلة ولكنت معاه ايام من مدرسة وبيبقى مبهور انها كبرت وبقت جميلة فبيفضل بصص عليها وبيقرر يفكرها بنفسه لكن فجأة بتوصل صاحبته وبتحس شاب الاحراك كده لانها للأسف قاعدها مع الشخص الغلط وبتقول ان ده سوق تفاهم بس مش اكتر وبتوضح لها الموقف وبتعج تزرلهم وبتسيبهم وبتروح تقعد مع الشاب اللي كانت جاي علشان تقعد معاه في اول مرة وبيقى جون كده هو مع صاحبته بتبدأ تتكلم معاه لكنه مش مركز خالص وبيفضل بصص علي الشيئة وبيبقى بين انه معجب بيها صاحبته بتلاحظ نظراته ليها وبتسأله اذا كان يعرفها بيقولها يا ده كانت زميلتي في المدرسة وبيبقى زعلان انها مش فاكرة خالص وبتقرر يروح وراها علشان يفكر بنفسه لكن لما بيخرج من المطعم مش بيلاقيها بزعل انها مشت من غير ما يتكلم معاها بتبقى شيئة ركبت العربية مع الشاب اللي جات قابله لكنها بتفضل بص على جون من المراية وبيحاول الشاب يعزمه على العشاء لكنها بتستغرب من طريقة كلامه وتحسه كده شبه الروبوتات بالزر فها بتتهرب منه وبتقوله انها مشغولة في نفس الوقت جون هو كمان بتهرب من صاحبته وبيسيبها وبيمشي بيركب عربيته وبيفضل طول الطريق يفكر في شيئة وهبا سنتلوبا فجأة بيشوفها وهي مستنية الأوتوبيج صبعا الصاحب ما بيش مصدق عينيه وبيفتكر ان هو بيتخيل بنرجع احنا بقى عزيز المشاهد في العشباك وهو في المدرسة وساعت اشياء طلبت تتكلم معاه وديت له رسالة بتعترف فيها بمشاعرها وطلبت منه ان هو يجاوبها وطالبا فضلوا الترياء وعليهم وبسبب كده جون حس بالإحراج ومرضاش يفتح الرسالة وبنرجع للحضر تاني وبيكرر يصلع غلطته ويعترف لها بمشاعره وراح يفكرها بنفسه وهوبا الاوتوبيس وصل بتاعها بتركب وبتسيبه بس هو مش بيستسلم وبيفضل ماشي وراه لكنه بيتهم انه كده وبيزعل وبيحس بالإحباط فبيكمل طريقه لكن بيشوفها مرة تانية وهي بتاكل في عربية في الشارع بيقولها ما حسن الصدف ده انت طلع علي في البخ انا المرة دي مش هضيعك من ايدي وبيكرر يستغل الفرصة ويروح لها وبيطلب نفسي الاكل اللي هي طلبها بتستغرب كده وبتقوله ايه ده انت هنا تاني بيحاول هو بقى يتكلم معه علشان يفكرها بنفسه لكنه بيتفاجئ انها اصلا فاكراه وبتقوله انت متغيرتش وشكلك لسه زي ما هو وبتاخد رقمه علشان تخليه قابل بقى اصحابه بتاع المدرسة بيقولها والله انا مش جاي علشان اقابل اصحابي انا جاي سألك سؤال واحد انت لسه معجبة بيها زي زمان بتقوله ايه ايه والاكل بيوع عليه فبتتحرج اكتر من اللي عملته وبتدفع له ثمن الاكل علشان تعتذر له وبتسيبه وبتمشي بيستغرب جن من تصرفها ومش عارف هي مبسوطة ولا زعلانة ولا انا لزعلان اهم حاجة اللايك والاشتراك يا جدعان عايزين نوصل الفيديو ده ل 15000 لايك صاحبنا بيرجع للبيت وبيفضل ماسك موبايله طول الليل مستنى تتصل بيه بس هو بيفقد الامل خالص وبيرجع يفتكر فلاش باك لأول مرة تقابله فيها وساعتها كانت رجله مكسورة وركب القوتوبيس علشان يروح المدرسة لكن قبل ما ينزل شاف هوايا نايمة على نفسها السواق بيقوله بقولك ايه ما تصح البنت اللي نايمة ورديت وخدها معاك اضطر يسمع كلامه ولما اقرب منها اعجب بجمالها لكنهما كانت يقيل الصراحة زيزي المشاهد لكنها بتتفاجئ ان المدرس بيعاكب الطلبة المتاخرين فبتطر يتمثل انها كانت بتوصل جون علشان رجله مكسورة وان هو السبب في تأخيرها اعمل ايه استاذ طيبها وقلبي لا يتحمل ان اعرعوا هذه المناظر اول ما بشوفها لازم اروحها سعيدة طبيعي اتربيت على كده عامل ايه جون بيتفاجئ من تصرفها لكن بيترفع لها من غير ولا قلم وبيقوله والله العزيم اول مرة شوفها بيعرف المدرس انها بتكذب وبيكرر يعاكبها مع باقي الطلبة وبتتعصب شيء كده من جون وانها تنتقم منه لكنه بيضحك على تصرفها وبيسيبها وبيدخل للفاصل وهناك بيكتشف انها حطت كتاب من كتابها في شنطته يعني من غير ما ياخد باله ولما بيفتحه بيتفاجئ انها موهوبة في الرسم بس المدرس بيشوف هوه سرحان وبيفتكره ومش مركز وبيطلب منه يحل مسألة صعبة وبيكون فاكر ان هو مش هيقدر لكن عالميا ابننا جام التنين اسكا طالب في المدرسة بينجح نوعها بسهولة وبيقوله لو عندك غيرها هاتها وانا حلها لك ابعتها له وبيحس المدرس بالإحراج ويمثل ان كل ده بس بسبب توجهاته وان انا عشان مدرسك طلعت كده سقفوله ولما جون بيبص ان الشباج بيلاقي اشياء قاعدة ترسم في الحديقة وبيفضل مركز معاها لكنها بتشوفه وبتشاور له كده وهي بتضحك بيعجب بجمالها وبيحس ان قلبه دق 3 دقات بنرجع للحاضر وبفتكر جون كل الزكريات الجميلة دي هتوز علان وبيبقى نفسه شها تتصل بيه بينما اصلا صاحبتنا عيشة في مية المخل عمالها بتاكل وبتتصل بصاحبتها وبتحكيلها اللي حصل معها والدنيا جميلة خالص صاحبتها بتقولها ينهر ابيض كل ده حصل وانا معرفش يعني جون رجع من امريكا ينهر ابيض لا احداث كتيرة الصراحة طب انت ايه هو مرتبط ولا مش مرتبط ولا هيرتبت الشياب بتقول له والله انا معرفش عنه اي حاجة انا قابلت مرة واحدة واخدت رقمه وبيفتكروا كده في الاشباك وهم في المدرسة وباتدح ان صاحبتها هي اللي كانت موجبة بجون وطلبت من شها تسعادة علشان تعترف له بمشاعرها يختيه 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 عزيز المشاهد ده صاحبنا ده هياخد حتة خزوق في الاخر علشان خاطر كان مفكرها هي اللي موجبة بي نسيبه مع اللي خده ونكمل احنا في الماضي زم احنا يعني شاه صاحبتنا تفاجئت لما شافته لانه نفس الشاب المرضاشي سعادة وبلغ عنها المدرس بس هي قررت تسامحه علشان خاطر صاحبتها وبتوعدها انها تسعادها تعترف له بمشاعرها وبتنصحها تكتب له رسالة تقوله فقط انها كانت معجبة بيه بس صاحبتها بتتكسف وما بتدرش تعمل كده وبتضطرش هي تاخد هي الجواب وبتدل جون بنفسها لكن الطلبة بيشوفهم مع بعض وبيفتكرهم مرتبطين بنرجع بها تاني للحاضر عزيز المشاهد وتبقى شيئا محروجة بس من الزكريات وشاف ان اللي كان في الماضي ده كان اسمه لها بعيال بس صاحبتها بتكون لسه معجبة بيه وبتطلب منها تسعادة تانية علشان ترتبت بيه وبتنصحها هي كمان تدور له على شاب حلوي كده ومسامسم توعده اللي انه ما ينفعش تفضل عايشة كده من غير جواز شابت لها بقولك ايه كل واحد يخليه في حاله كده انت مع الحب والارتباط بتوعك وسيبان انا مع الاكل هذا هو زوجي وبتفضل تاكل لحد لما بطنرت وجهها تاني يوم بيروح جوني يحضر اجتماع في الشركة وبيعرفوا صاحبه على الموظفين لكنهم بيستغربوا ان هو ساكت الفجأ بيقولهم على حاجة غلط هما عاملنا في الشغل وبيتفاجئ الكل من اللي حصل وينبيروا بزكاة وانه قدر يكتشف كده من نظرة واحدة ده شخص مش عادي موهبة في الحاجات اللي احنا مش فاهمينها احنا لازم نركز معاه علشان نتعلم منه لكن هو بيسيبهم وبيروح للمكتب بتاعه وبيستغرب صاحبه من تصرفه لانه متكبر وبيروح وراه بيلاقي كده سرحان وماسك موبايله وبيسأله عن السبب ايه يا ابني مستني مين يبعت له وبنعرف ان جون بيفكر في شيء ومستنادت التسل بيه من يوم ما خدت راقمه لكنها للأسف ناسية اصلا وناس ان هو معاه راقمها وفجأة بيرن عليه راقم غريب بيقول باس اخيرا افتقرتني عاملة ايه وحش ديني وبطلعت صاحبتها اصلا وبتعرف انها اخدت راقمه من شيء وبتقوله انها عايزها تعمله حفلة ترحيب بيبقى رافض لكن لما بيعرف ان شيء اتحضر الحفلة بيقولها طبعا هاج يعني وبيقرر يروح علشان يشوفها وبالليل بيبدأ يجاز نفسه وبتشيك بيلبس احلى بدل عنده وبيسأله صاحبه اذا كان رايح موعد مدبر لكن جون بيقوله انا لا مش بتاع الكلام ده وما برضاش يقوله وبيسيبه بيروح هو للمكان اللي هيقابل فيه زميله بتوع زمان وبتكون صاحبت شيء مستنيه وهي متحمسه بيوصل صاحبنا جينت المان وهي بتنبير بوثمته وبتسلم عليه بس هو مش قادر يفتكيرها اصلا وبسألها هي فين شيء وبيعرف انها لسه مجاتش فبيضطر هيقعد معها لحد لما تيجي وبتفضل بس صاحبتنا وتتكلم معها نفسها وبتعرف انها بتشتغل في المدراسة وسيتبقت شاطرة وانفعل الارتباط والجواز والسفر معك لامريكا لو عاوز بس هو مش مركز معه اصلا وبزعل ان شيء تأخرت وبيفتكيرها مش هتيجي وفجأة بتدخل عليهم لكن حالتها حالة شرب عصير ومش فوعيها بتفضل تهلوس وبتقول كلام غريب ومحدش فهمها عايزة تقول ايه لحد لما بتقولهم قبلت حب الاولين النهاردة جون بتفاجئ وبيقول اخيرا بتتكلم عني هتعترف دم الكل ولا ايه لا انا مش هنفع كده اخدها وعصالها في طريقي يعني علشان اتأكد منها انها تقصد انا وفي الطريق بيحاول اتكلم معاها لكنها بتفكره باول يوم يتقابله فيه لما بلغ الاستاذ عنها وبتقوله انها كانت بتكراه بسبب اللي عمله بيتحك جونة على كلامها وبعتذر لها وبيرد عليها يبدأوا صفحة جديدة مع بعض شيء بتوافق وبتسلم عليه وبتتفي معي بأصحاب وبتودعه وبتسيبه لكنه بيروح وراء الحد البيت وبكتشف انها جرته اصلا وسكن في الدور اللي فوقه بيقول بجهد بجد تبا لهذا الحظ الجميل وبيفضل بصص عليها وبيبقى حاسس بمشاعر ناحيتها وبيفتكر لما كان دايما بيعطيني بيها من غير ما تاخد بالها وبتضح ان هي اللي كانت حب الاولاني مش العكس عزيز المشاهد وبتقرر يقرب منها علشان هي ترفلها بحقيقة مشاعره لكن لا حب لما انتو نادي تاني يوم بتصحى شيء وهي حاسها بصداع وناسيها كل حاجة وبتحول تفتكر اللي حصل معاها بارح وبتضح انها قبلت شاب اسم يونج وده كان حبيبة لكنه انفصل عنها وفضل اتشرب علشان تنساه لحد لما داخلت بقى الحفلة وزا معرفنا ده وايه وراحت لجون وفضل اتهلوس قدامه وبتحس بالاحراج من اللي عملته لكنها بتفتكر ان هو بوصلها لحد البيت انبارح فجأة بيرين جرس البيت وبتقول باس اها هو اكيد برا ومستنين علشان ينتقم مني بتروح تفتح الباب وهي خايفة لكنها بتلاقي صاحبتها هي اللي مستنياها وبتطمن كده وبالها بيرتاح بتدخله علشان يفتره وبتلوما صاحبتها على اللي حصل انبارح وبتسألها ليه تاخرت على الحفلة ولما وصلت كانت في الحلقة والمنظر ده الشياء بتقولها سكوتي ما اقولكيش اصلا انا قابلت الوادي يونج حب الاولاني حاول يتكلم معاك كده ويصلح العلاقات بس انا كنت تتقيلة وتجاهلته خالص بس هو مشى من هنا وانا فضلت ازعل واشرب واشرب لحد لما روحتي فوجت لكم صاحبتها بتتفاجئ من كلامه وبتطلب منها تسعيدها ترتبت بجون طيب لان انت شكلك مش جاي منك سكة ارطيبت انا وبتفتكر شاف لاش باك وهما في المدرسة وساعتها حاولت اكتر من مرة تبعت له رسائل علشان تعرفوا ان صاحبتها معجبة بيه لكنه كل مرة كان بيتجاهلة واتف تقاريته مغرور ومتكبر لكن في الحياة انه كان معجب بيها هي مش بصاحبتها لكنها ما كانتش واخدة بالها فقدت الامل خلاص واضطررت تكتب له رسالة على الصبورة لكنه حاس بالإحراج لما شافها ومسح الكلام نراجعها للحاضر عزيز المشاهد وبتكرر شيئا انها ما تستسلمش وبتوقع تصاحبتها انها تساعدها وهتحول معها مرة تانية في الوقت ده بيصحى جون وبيفتر مع عمه وبسأله اذا كان يعرف البنت اللي ساكنها فوقيهم بيطلب منه يتكلمها ويخلها تخرج معها لانه لسه راجع من امريكا ومعرفش اماكن كتيرة في كوريا عمه بيقول له ايه ايه الطلب الغريب اللي انت بتقوله ده اطلب من بنت تتخرجك ولا ايه هتكون بتعملها على العموم انا هطوعك وامشي معاك وهوافق وبتصل بقى وبيسألها اذا كانت فاضية بكرة وبتلب منها انها تخرج مع ابن اخوه وبيبعت لها صورة جون وهو صغير شيئا بتتفاجئ لما بتشوفه وبتفكر ان هو لسه طفله وبتوافق وبترد على صاحبتها تيجي معاها لكنها بترفق تاني ام بيجي معادل خروجة وبيسحى جون وهو متحمس لانه اخيرا هيخرج مع البنت اللي معجب بيها وبيبدأ يجهز نفسه وبيلبس احلى طاقة على الصاحب نوات جين تلمانيا جدعان بيسمع جرس البيت وبيعرف انها اشياء وبيروح يفتح لها الباب لكنها بتتفاجئ لما بتشوفه وبتسأله بيعمل ايه هنا بيعرف ان هو عايش مع عمه بتبص على صورته وهو صغير ومش مصدق ان هو نفس الشخص بعد ما كبر وبتقوله ازاي بيقولها ازاي بتقوله ازاي كل حاجة بتحصل انت ازاي نفس الشخص وازاي انا ههوصلك واريك كوريا لا بقولك ايه انا انا ماشي يا سلا سلا بلها بس استني رايحة فين انت وعدت عمي انك هتخرجيني وبتضطر اشياء توافق وبتحاول تتصل بصاحبتها علشان خايفة تزعل منها لكنها ما بتردش عليها وبتدلها جون كده مفتاح العربية وبالله يلا بينا انا مش هسوق لانك انت اللي عارف الطريق انا هايزك توديني اي مكان انت يجي على بالك وتختاريه المهم ان انا رايح معاكي وبيفضل بصص عليها وهو مبسوط لان اخيرا خرج معاها بينما شايا حاسة بالاحراج وبتستغرب نظراته وبتقوله هايخطفني ولا ايه وبتاخده وبيروحوا للملاهي وهناك بيبدوا يجربوا كل الالعاب وبيقضوا وقت لطيف مع بعض وهم مبسوطين وبتصوروا علشان يحتفظوا بيها كذكرة بيبقوا الاتنين مستمتعين بالخروجة وبيحسوا انهم مليئين على بعض بعدها بتاخده علشان تمارس هويتها المفضلة وهي الاكل وبتطلب اكل لمليان شطة وبتتحدى انه هيقدر ياكله وبيقبل جون التحدي وبتراهن معاها اللي هيكسب هيتنى حقا له اي امنية كان نفسه فيها او هيختارها وبتقوله بس ده انت جيت على سكتي وانا مش هفرومك ده انا هببخك وبيبدوا ياكله لكن ابننا مش متعود على الاكل الكوري ومن اول ما عليها بيحس ان فيه نار في بققه وعلى رأيي المسل كتر الشطة الجبه وسير وبيقول لها ابوس ايدك اديني بقق مية بترفض وبتقوله فيه مسابقة وتحدي انجز بتبدع عنه الازازة وبتطر يعترف بالهزيمة وبيخسر التحدي وبتفرح شانها كسبت وبتلبسه ادوم تنكرية وبتقوله انت النهاردة الخادم بتاعي وبتكبره يمشي وراها وبتطلب منه يعملها زي الاميرة وبتخليه يصورها في كل مكان تروحه وبتطر يجون ينفس كلامها وبيبقى مبهور بجمالها وخفة دمها وبيفضل بصص عليها وهينه بتطلع قلوب من كتر ما هو معجب بيها وانا معجب بيها وانت عزيز المشاهد معجب بيها حتى انت عزيز المشاهدة انا واسك انك معجبة بيها قدي رائي ازاي لكنها بتتعصب انها مش عارفة صورها زي ما هي عاوزة وهنا انا لازم اقف وقولك حاجة عزيز المشاهد انت عزيز المشاهد مش عزيزة المشاهد انت لازم تبقى مقتنع ان اي ابنت مش هترضى غير بصور صاحبتها مش صور صاحبها خالص فاهمني فلازم ترضى بالواقع يعني بس صاحبتنا طلعت صبورة وبتقوله خد يا ابن علمك اخد فيك صواب وبتصوره وهو مش واخد باله وهي كمان بتعجب بوسمته لكنها مبترتاش تباين علشان صاحبتها متزعلش منها بليل بيقرروا يتماشوا مع بعض بس فجأة الجهو بيبدأ يمطر عليهم وبيضطروا كده يركبوا العربية لحد لما المطرة تنتهي بيقرر جون باي يستغل الفرصة ويعطر فلها بمشاعره لكن بنتنا الغبية مبتدلوش فرصة وبتباوز اللحظة الرومانسية بتفضل تلعب في العربية بتاعته زي الاطفال وبتدوس على زرائر من غير ما تاخد بالها وبتفتح زيز الشباك بالغلط وهب الماء دخلت عندهم وكل حاجة كنا بيحاولوا بيقعدوا انها رحت لهم وبالطلع جون يقرب منها علشان يقفل الشباك بس طبعا القربة فيه احراج وبتتوتر كده وبتقوله ولا دعيب رجعني البيت لانها اتخرت وما انفعش افضل اكتر من كده وبتفضل طول الطريق مكسوفة من اللي حصل ومش عارها متلغبطة ولما بيوصل بتنزل من العربية وبتجري علشان توصل للبيت بس جون بيخاف عليها من المطرة وبيروح وراها بيحط يده على كتفاء علشان يحميها وبيدلها مظلة من عنده علشان تروح بيها صاحبتنا بمسدقة الاهتمام وبتشكره وبتسيبه وبتدخل علشان تنام وبتفتكر اللي حصل بينهم وبتكون مستغربة ان قلبها بيدق كده شكل واقعت في حبه ولا ايه وبتفتكر في لاشباك وهم في المدرسة والمحاولات الكتير اللي عملتها علشان توصله الرسالة بتاعت صاحبتها لكن كل مرة كان بيرفد ياخدها وساعتها تعصبت منه وفتكرته مغرور وقالت له انها مستحيل تحب حد زيه ما كانتش تعرف انه بيعمل كده لانه معجب بيها ومش عاوز للأسف يجرح مشاعر صاحبتها وكان مركز معها وكل مرة بيزدق يجيبه بها اكتر وفي مرة شافة في المكتبة وهي نايمة على نفسها والحيقة قبل ما توقع الكتب ورصة تتخبط وفضل سندها بايده علشان ما يزعجها شاف جنبها ورقة كانت بتكتبها علشان تسلمها للمدرس وقرر يسعادها وفضل طول الليل يكتبها وهو بصص عليها ولما صحت افتكرت ان الورقة ضعت لكنه كان سلمها مكانها وبنرجع للحاضر وتاني يوم بتسحشها وبتروح للشغل بتستدقها المديرة المكتبة وبتعرفها على موظف جديد هيشتغل معاها وبتتفاجئ ان هو ينجح حبيبها القديم وبتفتكر فلاشباك بقى من 3 سنين لما انفصل عنها فجأة علشان يسافر بس يا راحت وراء المطار وطلبت منه يفضل معاها لكن تجاهلها وتخلى عنها وسافر من غير ما يقولها اي حاجة بنرجع للحاضر وبيكون يونج مبسوط ان هو هيشتغل معاها في نفس الوقت هي اصلا متضايقة منه لكنها بتروح وراه بتطلب تتكلم مع الوحدهم بتقول له بص ركز معي انا انسيتك وما بقيتش وفكر فيك وانا كل اللي ما بينا دلوقت شغل ومش عايز حد يعرف ان احنا كنا مرتبطين وعلاقتنا القديم اه او حد يعرف لكنه بيعرف ان هو ما انفصلش عنها والسبب الحقيقي اللي خلاه يسافر عشان يكون نفسه ويكون مستعد ان هو يتجوزها وبيوري لها الرسالة اللي كانت بتبعتها له وبيقول ان هو عمري منسيتك وكنت دايما بفكر فيك بتتفاجئ الشيء ان هو لسه محتفظ بيها في الوقت ده بيقرر جون ان هو يأجل سافره اسبوعين كمان وبيستعرب عمه كده من قراره وبيسأله اذا كان فيه سبب معين بس هو ما برضاش يقول له ان شيء هي السبب وفجأة بيشوفها وهي قعدة مع يونج وبيسأل عمه اذا كان يعرفه بيقول اه يا ابني الشاب ده محترم ده كان حبيبها القديم وبيعرفه ان هو شخص حقير لانه تخلى عنها وسافر من غير ما يقول لها بيقول مش كنت بتقول محترم بيقول اه هو محترم كشخص بس حقير لانه تخلى عنها وبيشوف شها كده وهي بتحاول تمشي بس يونج بيروح وراه وبيسأله اذا كانت لسه بتحبه وبيقرر جون بي انقذها وبيروح يمسك يديها وبيمسل ان هو حبيبها الجديد وبيقول لها انت انساتي مبايلك في عربيتي وبيخدها كده وبيمشي وبيفضل مستخبين لحد لما يونج بيمشي وبتفرح شيء وبتشكره لانه هو في جنبها وجون ما بيسدى وبيفضل مسك يديها بتقوله شكرا خلاص لازم ارجع الشغل وبتسيبه وبتمشي وهي مكسوفة وحسب الاحراج ولبترجع للشركة وبتلاقي المديرة مستنياها وبتتفاجأ انها عارفة على كتب يونج وان هو كان حبيبها القديم وبتطلب منها شيء تشوف حد ما كان يشتغل معاه لكن المديرة بترفض وبتكبرها ان هو اللي يشتغل معاه من هنا ورايح بعدها بنشوف يونج وهو ركب عربيته وبتصل بصاحبه وبيحكوله اللي حصل معاه ان هو قابل شيء مش عايز اقول لك اتميته في غرامي وحبي انا واصق انها مليون في المية هتوافق تشتغل معايا لانها لسه بتحبيني وكلنا عارفين الحقيقة في الوقت ده بيفتكر جونل حصل معه شيء وبيفضل باصس على ايده وهو فرحان وشكله حالي في نوع ما يخسلها يا جدعان لكنه بيفتكر لما عمه قاله ان يونج ده يبقى حبها الاولاني وبتفاجئ وبيخاف لتكون لسه بتحبه وعاوزة ترجع له وبيفتكر فلاش باك وهو في المدرسة وساعتها كان مروح وفاجأة لها شنطة بتترمى قدامه وبعدها ظهرت شيء وهي بتنط من فوق الصور وعرفت انها بتهرب من المدرسة فقدر هو ماسك شنطتها وما كانش راضي يرجعها لها وطارت تكذب عليه وتقوله انها تعبانة وطلبت منه ما يجيبش سرى لحد ان هو شافها وسابته كده ومشت لكن شك فيها وكرر يفضل ماشي وراها وركب مع الاوتوبيس من غير ما تاخد بالها وشاف فوية مبسوطة ومعها دي عارف انها رايحة تقابل حد وصمم يعرف هو مين لكنها شافته لما نزلت وسألته ليه ماشي وراها وطلبت منه يرجع ويسيبها بس هو خاف عليها وصمم يفضل معها واكتشف انها رايحة لمعسكر تدريب علشان تزور يونج وهو في الجيش قاعدت بقى تسرح شعرها وبتهتم بنفسها وعرف انها معجبة بيونج وراحة تعترف له بمشاعرها وحس بالاحباط انها مش واخدة بلها منه خالص نرجع للحاضر وبتفاجئ عمه لما بيعرف انش هيها هي حبه الاولاني وبيستنتج انها اجل السفر لامريكا علشانها بيفضل يزعق له علشان خايف على مستقبله وبيقول له الشغلة اهم احنا ما نفعش نضيع وقتنا على الفادي وانتو ما تنفعوش لبعض اصلا وبيطلب منه يركز في مصلحته وبيبقى جون محتار ومش عارف هيعمل ايه لانه بيحب شيء ومش قادر ينساها وفي نفس الوقت خايف لتكون لسه بتحب يونج وبيفضل يشتغل بوقت متاخر علشان يحاول ينسى ويبطل تفكير فيها وبالليل بيروح لعمه وبيعرف ان هو اترقى في الشغل لكنه بتفاجئ انه مش فرحان وبيعرف ان هو ما بقاش مهتم ينجح في شغله وكل تفكيره يعترف بمشاعره للبنت اللي بيحبها بينزل جون من الشركة وبيكرر يتمشي لحد البيت علشان يحسن نفسيته وبتشوفه شاب الصدفة وهي مروحة وبتكون عايزة تنادع عليه لكنها بتفكر اللي حصل الصبح بتحس بالاحراج وبتكرر تمشي من طريق تاني لكنه بيحس بها وبيبص وراه ويتمثل بنتنا انها مكنتش اخدابلها منه وبتروح تسلم عليه وبتتمشى معاه له علشان تشكره ان هو سعيدة الصبح بتعزمه على العشاء بيفرح جون ان هو هيقرب منها وبيوافق بس كلنا عارفين ان الحلو ما بيكملش لانه بيتفاجئ انها جايبة صاحبتها معاه وبتسيبهم لوحدهم علشان تدهم فرصة يتكلموا وبيفضل جون باصس عليها وبتلاحى الصاحبتها نظراته ليها وبتتفاجئ لما بتعرف اللي حصل معهم الصبح وبتسأله اذا كان مواجب بشايع وبتطر يعترف له بمشاعره وبيقول له ان هو بيحبها من ايام المدرسة وبيتذر له ان هو مخابة عنها صاحبتنا بتزعل من كلامه لكنها بتعرف ان شيئا ما تعرفش حقيقة مشاعره وبتبقى مستوربة من كمية الصدف اللي حصلت لانه قابل شيئا بالصدفة وكمان طلع ساكن قريب منها وبتحس ان القذر بيحاولي جمعهم ما بينهم فبتقول انا اللي هفصلكم يعني لأ انا لازم اساعدكم ان انتوا ترتبطوا بس الهم دلوقت انها نشرب علشان ننسى اللي حصل لي وبتعرفوا ان مهمته صعبة لان شيئا مستحيل ترتبط بواحد صاحبتها كانت معجبة بيه في الوقت ده بتكونش يا زعلانة مش علشان ثابت جون مع صاحبتها لأ ده علشان ثابت الاكل بس مش اكتر وبتروح لمطعم واحد صاحبهم كده وبتفضل تاكل الاخضر واليابس وبتحكي له ان يونجا اشتغل معاه في نفس الشركة ايوان هو حبيب الاولاني الخنزري اللي تخلى عني بيحذرها منه وبيطلب منها ما ترجعلوش تاني لانه تخلى عنك زمان ومستهد يعملها كمان انا مش عايز اقولك ان انا شفتك بسبب وعنيتي كتير في حياتك وبتقتنع بكلامه وبتفضل تشرب علشان تنساه ولما بتروح بتلاحز ان جون لسه مرجعش البيت فبتعلق عليه وبتكون عايزة تتصل بيه لكن انا بتفتكر انه لسه قاعد ما صاحبتها وبتكرر تسيبه مبراحته واما وبتدخل تنام تاني يوم بتسحق وهي متحمسة للشغل وبتقابل المديرة وبتقول لا انا موافقة اشتغل مع يونج لانه واسك انه مبقاش عندي مشاعر نحيته بنفس الوقت بيجمع جون حاكته وبيقرر يسافر امريكا بعد ما فقد الامل انه ارتبت بشية وبيبقى الزعلان انه يمشي من جر ما يودحها وفي الطريق بفتكر الفلاش باك لليوم اللي شية راحت في المعسكر وساعتها اكتشفت ان يونج بيكذب عليها ومش موجود جوه وفدرت هي قاعدة لوحدها وزعلانة واضطر جوني يفضل معا وازمها في مطعم علشان يحسي نفسيتها لكنها مقدرتش تستحمل وبدأت تعاية وبالرغم من كده فدرت تاكل برضو وحاول جوني يخفف عنها او يشيل الاكل من ايديها لكنها طلبت منه يسيبها بس براحتها ويمشي هو لانها تفضل تدور على يونج الحد لما تعرف مكانه وتعترف له بمشاعرها بس هو ما تلاقش ينادل واضطر يفضل معه علشان ما يسيبهاش لوحدها واخده وراح للحارس وطلب منه يقوله على مكان يونج لكنه يعرف انه وافه مع اسكر بعيد في الجمل مش عايز يقولك انه محدش ممكن يقدر يزوره وبتزعل شياء وبتحس بالاحباط فبيخدها جوني علشان يروحه وبيفضلوا يتمشوا المسافة كبيرة علشان يوصلوا للموقع وفجأ بيعد اخر اوتوبيس من قدامهم وبيجروا علشان يلحقوه لكن شياء بتتكعب القطاع على الارض وبتطلب منه يسيبها ويركب كلنا عارفين ان ابننا مش نادل والجون بيرفض انه يتخلى عنها ومبيرداش يركب الاوتوبيس وبتقرر يفضل معاه حتى لو هينامه في الشارع بنرجع للحوضر وبيجي الجون اتصال من صاحبة شياء وبتعرف انها عملت حادثة وراحت للمستشفى بتفاجئ من اللي سمع وبيتقرر ما يسافرش ويروح لها ولما بيوصل بيلاي انه مغمى عليها ومصابة بجروح في رجليها وبيفضل جنبها مسك ايديها علشان يطمنها ولما بتفوق بتتفاجئ بوجوده جنبها وبتسأله ليه ما سافرش لكنه بيحط ايده على قلبه وبيخلاها تسمع قلبه كده و هو بيدقه و بيعرف ان ده السبب ساحبتنا على الحكايته و مش فاهمه يقصد ايه وبتدخل عليهم الدكتورة وبتبوز اللحظة الرومانسية وبتاخدها علشان تفحصها في الوقت ده بتكون ساحبتها الانة عليها وبتروح تستأذن من المديرة علشان تزورها في المستشفى ولما بيعرف اللي حصل بيوافق وبيتدله اجازة وبطلب من زميلها يوصلها بعربيته و بيكون هو نفس الشاب اللي دبرت له موعد معاشية علشان تقابله وبتضطر التركب معاه علشان توصل بسرعة ولما بتوصل هناك بتنزل ومستعجلة فبتتكابل لكنه بيلحقها في الوقت المناسب و بيمسكها قبل ما توع على الارض و مش بس كده لا ده كمان بيقلع لها الجزمة بتاعتها و بيلبسها كوتشي علشان تقدر تتحرق براحتها و بيكون باين كده ان هو خايف عليها و شكله في قصة حب جديدة ايه كمان بتتأثر باهتمامه وبتعجب بيه وبتشكره بعدها بتسيبه وبتمشي وبتقابل لعم جون و بيدخوله هما الاتنين للمستشفى بيروح لشيال اللي بتركب الأسنسير مع بطنه وبتسأله اذا كان انبسط بالخروجة مع صاحبتها نبارة بيقرر يقولها الحقيقة و يترفلها بمشاعره لكن زي كل مرة لازم يحصل حاجة تبوز ام اللحظة اللي احنا بستنيينها بيركب معهم ناس كتير في الأسنسير وبقطعه كلامهم وبتضطر الشيء انها تقرب منه بسبب الزحمة فبيقول يلا نص البلاء ولا البلاء كله وبتتوتر لما بتبص في عينيه وبتفتكر اللحظات الرومانسية اللي حصلت ما بينهم وبتحس بالإحراج وبتبقى مستغربة ومشاعرها متلغبطة بتحاول تكون لنفسها انها مش بتحبه ونم أصحاب بس جون بيلاحظ انها مكسوفة وبيضحك على تصرفها بس يا بتطل منه يبطل يا عكسل انها ممكن تفهمه غلط بيلاها يا سيدي انت والله العزم عمرك ما فهمت غلط انت ما بتفهمي اعملك ايه علشان اثبتلك ان انا بحبك ده ما بيني وبين نفسي انا عزيز المشاهد في الحقيقة وبيفضل ساكت بتوصل لساحبتها وبتحضنها وبتعتذل لها انها تأخرت عليها وبتاخدها وبيخرجوا من المستشفى وبتقرر تحاول تخلها تقرب من جون وبتعرف انها ما بقتش موجبة به وبتمثل انها بتوعي تزميلها وبتاخد عمه كده وبيمشوا علشان تسيبهم مع بعض وبتبقى اشياء مستغربة من تصرفها وبتقول هي البيت دي مالهق وبتضطر تركب مع جون لوحدهم وخلاص في الطريق بيفتكر فلاش باك لليوم اللي كانوا فيه في المعسكر وساعتها ملحقوش الاتوبيس واضطر يفضلوا مع بعض لكن وهيما ماشيين جون بتكابل وبيعها في حفرة مليانة مية وبتفضل شئ تضحك على منظره وبتضطر عليه لكنه بيطلب منها تساعده لانه ما بيعرفش يعوم وبتطمنوا بنتنا وبتقولوا عيب عليك انا عويمة وبتروح تجيب حبلة علشان تشدوا بيه لانها كمان ما بتعرفش تقوم لكنه بتقطع منها وبيعها جون في المية وكانها يغرق بتخاف عليها وما بتعرفش تعمل ايه وبتضطر تنطط وراها علشان تنقزه وبتتحبس كده معها في الحفرة وبعدتك يا عبد الموين انت ايه انت لقيت عايز تتعاني وبتكون شئ خايفة من الضلمة وجون اللي بيطمنها وبيقولها انت معاك اسد انا احميك من اي خطر وفاجأ بيسمع صده في ضعف بيترابه وبيحضنها علشان يستخبه وراها وبتضحك شي ان هو بريء زي الاطفال وبنرجع للحاضر وبيوصلها جون لحد البيت وبيبقى عايزي سعيدة لكنها بترفض وبتقوله انها تعتمد على نفسها وبتحاول تطلع على السلم بس بتتكابل وكانت اعتوع والحسن الحز بيلحقها في الوقت المناسب وبيمسكها وبتر يشيله على ظهره وبيدخل قوضيتها كده وبيبدأ بقى ايه اذا بيطلعها البيت لأ وايه بيكرر ريبات عندهم علشان يخلي بالها يعني منه وبيسيبك كده علشان تستريح لكنها بتنام على نفسها بنتعب وبتحلم به بتتخيل انه بيقرب منها وبيحاولي دواء الزبيب وفاجأة بتصحى مفزوه بتقولي اراب حلم كويس وما بتكونش فهمة هي ليه بتفكر فيه كده وبتحاول تقنق نفسها ان ده بسبب تعبها اكيد انا مش بحبه انا مستحيل احبه ده بسبب مرضي اكيد بالوقت ده بيبقى يونج بيفكر فيها وبيفتكر فلاش باك من ثلاث سنين لما كانوا مرتبطين وبيحبوا بعض وساعتها راحت معاه وهو بيعمل مقابلة بمناسبة ان هو نشر اول كتاب له ايه نعم هي نامت طول المقابلة لكنه كان فرحان انها جنبه بدل بصص عليها وهي نايمة وكان معجب ببرائتها بنرجع للحاضر وبيبقى حاسس انهم مفتقدها وبيتمنى انها ترجع له وبيروح ساحبه ويتكلم معاه بيطلب منه يعرفها السبب الحقيقي اللي خلاه سافر ويسيبها وساعتها ممكن ترجعلك يا ابني بس يونج بيرفض وبتضح ان هو كان مريض وسافر علشان يتعالج ومرضاش يعرفه علشان ما تقلقش عليه تاني يوم شي بتسحع وبتتفاجئ ان جون محضر لها الفطار وبيبقى عمل لها الاكل اللي بتحبه بيفضل يهتم بيها ويعملها زي الاميرة بتتأثر بحنيته وبتاكل وهي مبسوطة وبيقربه من بعض بتخرج بها علشان تتمشى بس بتتفاجئ ان يونج جاي زورها وبيحس بالغيره لما بيشوفهم مع بعض وبيسأله ليه ما بتردش عليه بتتعصب وبتقوله ان ما بقاش في حاجة بينهم وبتطلب منه يبعد عنها وبتسيبه وبتدخل للبيت وبتعد على الارض وهي زعلانة وبيروح جون وراه علشان يطبطب عليها وبيقوله ان هو هيفضل جنبها ومش هيسيبها وبيستجمع شجعته وبيقرب منها وبيدواءها الزبيب والمرة دي بقى بجد مش في الحلم وبنشوف لاشباك من عشر سنين ساعتها جون شافها بالصدفة كان هو بقى يعترف بمشاعره اخيرا لكن حبه والدته بتقوله يلا يا غالق جايز نفسك بل ان احنا قررنا نسفر امريكا انا خليك تكمل تعليمك هناك انت مش هتعش كصة حبك يلا بيزعل من كلامها لانه كده هيبعد عن شا واضطر يرجع في كلامه وما يترفش بمشاعره لكن شا شافته وندهت عليه طالبت منه يستناها لحد لما تعد الطريق بس هو وقتها رفض يستناها ركب الأوتوبيس ومشى علشان ما يعلقهاش به وفضل باصص عليه وهو حزين بنرجع للحاضر وبتكون شا مصدومة من اللي حصل وفجأة بيرنمبيلها وبتفوق من اللي هي فيه بتزقه وبتبعده عنها وبتسأله ليه عمل كده بيكرر جون اخيرا يعترف لها بمشاعره بيقول لها انا معجب بيك من ايام المدرسة انت يحب الاولاني والحد دلوقتي لسه بحبك وبعتذرلك ان انا اتأخرت لحد لما استجمعت شجعتي واعترفتلي هي بتتفاجئ من كلامه لدرجة انها ما بتكونش قادرة تاخد نفسها بتتوتر وبتحول التقنية كده ان هم اصحابه بس بيقول لها حصل وانا الزبيب اللي انت لسه دايقاء واللي بيترف انه فعلا احنا اصحاب وليس اقصر يا بنت من الاخر انا مش هستسلم وهافضة لحاول لحد لما خليك تعترف بحبك ليا وبيسيبها وبيمشي علشان يدى فرصة تفكر بس بيبقى فرحان من دواء انه اخيرا اخد خطوة في علاقته بعدها صاحبتشيه بتكرر هي كمان تنساه وتبدأ صفحة جديدة مع زميلها اللي معجب بيها بتروح تبص عليه وهو بيجري وبتحس انه وقت في حبه بتشاور له وبتنادي لكنها بتتفاجئ انه بيتجاهلة وبيمثل انه مش شايفة طب ليه طيب مش كنا مبسوطين والدنيا جميلة بتروح كده وراه علشان تتكلم معاه لكن بيبقى متوتر وحسس بالاحراج اللي دركت انه بيستخبه ورا المكتب كل ده علشان يهرب منها في الوقت ده بتروح شيئا لمطعم صاحبهم وبتشوف وهو بيقطع البصل وبتكرر تساعده بيقولها يا بنت الشغل ده مش شغلك بتقولها هو انت فاكرني بنت فرفورة ولا ايه بتلبس عدة الشغل والنضارة وبتقوله انا ابهرك بتبدأ تقشر البصل وكأنها بتقشر بارتقال وبتعصب منها وبيلاها انت كده جاي عليها بخسارة وبيحس انها مش على طبيعتها بيقولها ايه هو ان الجميل معجب بتتوتر من كلامه بتقوله مين قالك لا مستحيل وما بترداش تقوله اللي حصل معها علشان ما يتريقش عليها بعدها جون بيفتكر اللي حصل بينه وبين شيئا وبيفرح نوع ترفلها بحبه وبيبعنده امل ان هي كمان تحبه وحب البيت تسيبك ويسيب البيت تحبك وبيشوف عمه وبيستغرب تغيره المفاجئ وبيطلب منه يركز في الشغل علشان يرجع امريكا في اسرع وقت لكن جون بيتجاهله وبيفضل يفكر في شيئا وبتفرج على صورها وبيعرف انها في مطعم صاحبهم وبيكرر يروح لها وهي اول لما بتعرف ان هو جايب بتتوتر كده وبتغرب بسرعة قبل ما يشوفها بتروح تقعد في محطة الاوتوبيس لوحدها بتفضل تفكر فيه وبتتخيله قدامها في كل مكان لكنها بتحاول تكنيق نفسها احنا صحاب يعني انت مهما تحاول معايا انا مش هنزل عليك دمعة لانك اخويا وده تأثير البصل اللي انا قشرته بتركب الاوتوبيس وبتتفاجئ ان يونجي حبيبها القديم بيبعت لها رسال وبيطلب منها ترجع له في نفس الوقت جون بيبعت لها رسال وبيلن مشاعره صدقة وبطلب منها تدله فرصة ويبتبقى اشياء محتارة ومش عارفة تاخد قرار لان هما اللي اتنين سفروا سبوع زمان وخايفة ده يتكرر تاني بترجع للبيت وبتفضل تلعب يوجه كده علشان تريح اعصابها وفي نفس الوقت تريح نأزل المشاهد بتطلع المشاعر السلبية لجوايا تاني يوم بيرح لها صاحبها وبيعرف ان هما رايحين رحلة لكنها بتعرف ان جون هو كمان رايح بتقولهم هوا لا اما قلتلكم شيء والله العظيم ده او يا رجلي بجد بجد مش هو قد رايح بلها ما تحوريش دان تجريت من المطعم انبارح كأنك رايحة في مسابق الجاري وبيفضل الزن عليها وبيهددها لو ما جاتش معها بالزوء هيخلي الجون يجي يشيلها والراجل ما هيصدق اصلا بتقول له خلاص يا عم موافقة بس هيشني في الطريق بقى بيستغل الجون الفرصة وبيقعد جنبها وبيفضل بصص لها وبيحاول يفتح معها اي كلام حسة على دمك يا هاني الراجل عمال يقول لها وفي بالي كلام يا ما نفسح كيلو اشكيلو ونرجع تاني زي زمان انا عشت ادعيله ولسه في قلبي بجد مكان ها ها بنت حنان موافقة ولا نغني كمان بتقول بما بيتدهاش وبتعمل نفسها نايمة علشان ما تردش عليه بيضحكوا على تصرفاتها وبيوصلوا بالي الاستراحة وبيسعادة تنزل من العربية بيحاول يقرب منها بتقولوا انت شايفني متكسحها ولا ايه بتسيبه وبتروح للحمام لوحدها وبتفضل تكلم نفسها قدام المراية وبتحاول تقنع نفسها انها مش بتحبه احنا صحابه بس ولما بتخرج بتقرر تقعد جنب السواقع علشان تبعد عنه لكنها بتتفاجئ ان جون هو اللي هيسوق وخطتها بضبوز والحمد لله القدر بيجمعهم ببعض بقولك ايه بما اني ساق كده انا نفسكو الحلويات فانت هتأكليني بايديك كده الحلوة اه اصيق بقى اعمل ايه بس ايه بترفض وبتقوله ما فاضلش غير واحدة وبتهدده انها تاكلها وباتطر جون الام نفسه ويقولها هو بسرعة قبل ما تخلصها وبيفضلوا يتكلموا طول الطريق وبتنسى التوتر اللي بينهم وبعدها بيوصلوا للمكان اللي هيعودوا فيه وبيتكرروا يصطادوا وبيستغل جون الفرصة وبيمسك ايدها كده وبيطلب منها تساعدوا طبعا والشعب بيحمروا وبترفض وباتطر صاحبها يروح معاه وبيقوله انا هعلمك الصيد على اصوله والحمد لله ما بيقدرش يصطاده ولا سمكة وعلى النحية التانية ابننا جون بينجح ان هو يجيب البحر كله شكله فعلا كان هيعلمه بس هيعلمه ازاي تبقى فاشل في الصيد اهم حاجة صبر وبعدها بيشوف شيئا وهي بتتمشى على الشاطئ بيخاف عليها لتغرق لان الموج عالي وبيجرب سرعة وبيلحقها في الوقت المناسب قبل ما تتكابل طبعا هاما بتصدق باهتمامه وبتشكره وبتمشوا الاتنين مع بعض وبتشوف اعشاب البحر وبتطلب منه يجمعها وبيكون جون عنده حساسية لكن برضو هيجمعها اي حاجة علشان يفرحها برضو يعني انا كنت بغنية لها من شوية مش اجمع لها قال لها عفحا بيجيب كل الانواع اللي هي بتحبها وبيقض وقت لطيف وهم مبسوطين العلاقة بتتحسن وبيقربوا من بعض اكتر واكتر وفجأة بيلو نبات نادر تحت صغرق بيحاولوا يتعاونوا علشان يخرجوه لكنهم بيتكابلوا وبيقفواوا بعض الموقف لازم ما يعدش بالساهل الشيء لازم تتوتر ويقولوا انت بتعمل ايه قلبها بيدق كده لكنها بتحط ايديها على بقه علشان ما يعملش حاجة لانه عارف الوقت دخل بوس وبيحب يلعب بالبوس بيتحك جون على تصرفها وبيتأكد انها بدأت تحبه وبيقرر ما يستسلمشي وبياخدها ويرجعه للسكن وهناك بتلاحظ شيئا ان صاحبتها مش على طبيعتها بتفتكر انها متخنق مع زميلها اللي مرتبطة بي وبتاخدها عند البحر علشان تخفف عنها وتحسن نفسيتها ولكن صاحبتها بتفجأها وبتقولها بتتفاجئ من كلامها وبتقولها انت احنيينها معايا وبتحضنها وبتشكرها طب ايه بقى اللي مزعالك برضو يعني وبتحكي لها صاحبتها عنها موجبة بالزميلها وحاولت تعترف له وطلبت منه يرتبط بقى لكنه بيتهرب منها هو انا وحشة ولا في ايه بالزبط الشيئ بتقولها لا ما نفعش الكلام ده هو يطول بس دوافر كهو يتستسلمي حاول معاه مرة والتانية وبتاخدها وبيرجعه علشان يأكله وتصوره كلهم مع بعض بيبدأوا يأكلوا وهم مبسوطين من الليل وهي نايمة بتحلم بولدتها اللي سابتها وهي صغيرها وبعدها راحت تعيش مع خليتها لكن هي كمان سابتها ولما كبرت وارتبطت بيونج هو كمان تخلى عنها وسابها وبتخاف لو يحصل كده مع جون هو كمان ويسابها ويسافر وتسحى من النهم مفزوع وبتتفاجئ ان صاحبتها مش جنبها بتقولها كمان سابتني وبتروح تدور عليها لكن ما بتلايش حد في البيت كله وبتضح ان صاحبتها خدتهم ومشت علشان تسيبها هي و جون لوحدهم وبتديهم فرصة بقى يقربوا من بعض اكتر ليس باكثر من ذلك وبيرجع جونه مع الفطار وبتطمن شاكدة لما بتشوفه وبتقول له كويس ان انت مسبتنيش وبرغم انها متوترة ومكسفة علشان لوحدهم بس بتبقى فرحانة وبتطلب منه ما يسيبهاش ويسافر امريكا انا مش عايزة اجرب احساس الوديع خصوصا من الناس اللي بحبها جون بيفرح بكلامها وبيطمن انها يفضل جنبها ومش هيسافر الشياء بتتأثر بكلامه والمراضي هي اللي بتاخد الخطوة ومن غير اي مقدمات وبس انتلوبها دروبة عزيز المشاهد وبتعرفوا انها موافقة ترتبط بي لكنها محتاجة وقت على ما تتعود يعني بيقول له وقت ايه استناكل عمره كله لو تقولي بس يسعدتي البي وبيفرح جون ومش مصدق عينيه هيرتبط بالبنت اللي بيحبها من زمان ولا ايه وبياخدها وبيخرجوا مع بعض وبيروحوا مطعم وبطلب لها الاكل اللي بتحبه وبيفضل بصص عليها بس هي بتتوتر وبتقول له انا كده مش عارف اكل من الكسوف بيقولها انا عكسك بقى طول ما انا بصصلك نفسي مفتوحة للأكل وللحياة انا عايش احلى لحظات في حياتي وبتمر الايام وبيفضلوا زي السمنة على العسل لحد لما الرحلة بتنتهي وبيتكرروا يرجعوا للمدينة بيوصلها لحد البيت لكن ساحبنا الرومانس مش عايزة تنزل وتسيبه كده يعني وبيمسي كده علشان تفضل معه وقت اطول يا خراب عليه هتجلطني بالرومانسية المعدومة ديها بيشوفهم عمه وبتطرق عليهم كده وبقولهم هو ده هو ده اخرتها اجيب لكم اتنين لمون طيب وبتحس شاب الاحراج وبتسيبه وتمشي هو ده العمه ولا بلاش وبيرجع جون لبيته مع عمه وبيعرفوا ان هو قدم استقالته من شغل امريكا وهيستقر في قرية عمه بيقوله لأ من امتى الكلام ده لا ماينفعش والدتك مش هتوافق على قرارك وبيخمن ان شيء هاي السبب وكان عايز يقول لها لكن جون بيروش بالمية وبطلب منه مايجيب لها السيرة لحد لما يحل مشاكله مع والدته ويقنحها بقراره وبالليل بيحس ان هو مفتقدها وبيتصل بها علشان يشوفها لو كانت صحية يروح مستوحيا ينام بس هوبا بيقوله انا مش جيال لي نوم وبيفرح وبيقول خلاص اروح لها لكنها بتتوتر ويقول له لا تتوتر اروح مين فين ازاي خرابي هيشوفني وانا متبهدلة كده انا تعبنة من الرحلة هموت وانام بيضحك على تصرفها وبيفضل يقول لها كلام رومانسي اسم عزيز المشاهد الكلام عزيزاتي الشياء يا احلى من كل الماشية ما بينكو سن البكر الله عليك يا فنان شوفوا عزيز المشاهد شوفوا فنان بيقولت شعر يا جدعان اسيبك بقى اتنامي بعد الكلام الحلو ده علشان ما بوص الدنيا اكتر بين كده الشياء بتفرح باهتمامه وان هو بيعملها زي الاميرة وابتعجب بيه اكتر بتحس انها فعلا ما كنتش عايشها قبل كده التاني يوم بتروح مع صاحبتها المول علشان يشتروا شوية حاجات لسه بتفكر تبعات الورسالة بتتفاجئ ان هو بتصل بيها بتقول القلب بيحن برضه بتعتذر له انها مش هتعرف تقابله النهاردة لانها مشغولة مع صاحبتها وبتوده وبتقفل للسكة بيحس جنب الغيره وبيقول يعني بقالها عشر سنين مع صاحبتها حبكت يعني تخرجه مع بعض لما ترتبطه وبيفضل مستنى قدام البيت لحد لما بترجع لكن بيلاقها بتوصل عمه لانه شارب ومش في وعيه وبتطر يشيله على ظهره وبياخده كده يرمي قدام الباب علشان يرجع لها بسرعة وبيقول لها انت يوحشتيني ولو كان على عيني عمر مسيبة تنسيني بتقول له بس كفايا شعر احنا حلوين من غير اي شعر المهم انت مش ملاحز حاجة حلوة كده يعني تسريحة شعر جديدة بيقول لها لايق عليك وبيتفعوا ان هم يخرجوا بكرة مع بعض او الموت ليهم تاني يوم بيبدأ كل واحد جايز نفسه علشان الموت ده بيلبس احلى هدوم ودي بتلبس احلى هدوم وانا عزيز المشاهد متحمس للخروجة معاهم لكن هم بتفاجعوا ان صاحبتها مستنياهم قدام البيت انا عاطف وياكم بيحسوا بالاحباط وبتطروا ياخدوها معاهم وبيعودوا في كفية وبتشوف هم وهم مسكين اتبعد وبتحس بالغيرل انها وحيدة وما عندهاش حبيب ولا قريب ولا حد بيدواء هزي بي ابتالنا بيقولوا بس الطرية الوحيدة علشان اتخلص منها انها ترتبط وبكتروح عليها تزور زميلها اللي معجبة بيه وبتقتنع صاحبتها بكلامهم لكنها بتبقى خايفة علشان شكلها متبهد فقا اشياء بتديلها الفستان بتاعها علشان تروح بيه وبيوصلها لحد هناك وبتشكرهم وبتسيبهم كده وبتنزل وهي واسقة من نفسها وبتروح عند زميلها لكنها بتشوف والدته معاها وبتروح تتعرف عليها وبتراحب بيها كمان وبتقولها انها زميلته في الشغل وبتفرح والدتها بيها وبتبدأ تسألها عن نفسها عندها كم سنة متجوزة ولا لأ ده انت تستاهل واحد ابن حلال زي ابن على العموم من هنا ورايح ما تلبسيش فاستين قو سيارة تاني علشان ابني راجل حمش كده وبيغير على امراته وبيكون ابنها واقف ومصدوم من كلامهم انت جوزتني يا اما طب يدينا فرصة طيب بتقول له اسكت يلا انت مش عايز نفرح يعني بياسمين وصبري بيقولولها مين دول بيلوم ولا تكون طول اتنين ان شاء الله وبتشاور لتاكسي كده علشان يركب امه وبقول لها تبقول لك ايه مع السلامة بقى انت لكنها بتطلب من صاحبة البطلة وتتغدى مع ابنها علشان تقرب منه اكتر وبتودحها وبتمشي وبيكون ابنها متعصب من اللي حصل وبتزر لصاحبة البطلة على العمل وتاه هي بتحس انها بتفرد نفسها عليه وبتتحرج وبتسيب وبتمشي وهي بتعيق بالوقت ده بيروح يونجي لمدير المدرسة وبطلب منه يساعده علشان يخلي شيئة ترجع له لانه لسه بيحبها لكن المدير بيرفض وبيقوله ان شيئة عانت كتير بسببك وبطلب منه يبعد عنها لانه اخيرا بدأت تبقى مبسوطة في حياتها بعدها بنشوف ابطلنا وهما مع بعض وبتسأله شيئة عن السبب اللي خليها يعجب بيها بيدحك ومش بيجاوبها بتفكر ومش شايف فيها اي ميزة وبتتقمس كده منه وبتسيبه وتمشي لكنه بيروح وراها وبيقولها كل حاجة فيك عجباني وبيعرفها نوع في حبها من اول مرة شافها فيها وده لانها طيبة وشخصيتها جميلة وبيأكد لانه يفضل جنبها طول حياة وقال لانها حبه الاول والاخير بتتأثر بكلامه وبتعجب بيه اكتر وبتقرب منه علشان تحدونه لكن عمه بيتسل بيه وبيبوز اللحظة الرومانسية ليه ده كان وقته وبتر جوني وصلها لحد للبيت وبتفى معي تقابله بكرة علشان يعوضها الخروج اللي بازت ولما بيروح للشركة بتفاجئ ان والدته ريعت من امريكا وبتسأله ليه قرر يقدم استقالته فجأة بيعرف انه طول حياته بيسمع كلامها وبيعمل اللي هي عوزاه وبطلب منها تسيبه مرة واحدة يعمل اللي هو بيحبه تاني يوم بتروح ساحبة البطلة للمدرسة وبتسيب شنطة لزميلها كده اللي موجبة بيه ولما بيفتحها بيتفاجئ انها رجعت له الكوتش اللي كانت دهولها في المستشفى وبتعتذر له اذا كانت سببت له مشكلة او كانت تقيل عليه الفترة اللي فاتت بيحس بالزنبل انه كان قاسي معاها وبيقرر يعتذر لها ويطلب منها تخرج معا كده علشان تسامحه وبيستجمع شجاعته وبيحفظ الكلام اللي هيقوله وبيدخل لمكتبها هو واسك من نفسها وحبا قاعدها مع مجموع الطلاب بيحس بالإحراجه ومبرداش يتكلم معاها قدامهم وبيفضل بصص عليها وهي بتشرح لهم وباين كده ان هو كمان معجب بيها بس شكله من اللي بيتحرج ولا ايه بتخلص وبيروح وراها لكنه بيتوتر وبينسأل كلام اللي حافظه وبتفتكره بالتريع عليها فبتسيبه وبتمشي بعدها اشياء بتروح تابل يونج وبيفتكرها جاهي علشان يكمله المشروع اللي شغالين عليه لكن بتفاجئ انها بتعتذرله وبتقوله انها مش هتقدر تكمل مع المشروع وتسيبه وفجأة بيحس بالدوخها وبيوع على الارض بتستغرب وبتجر عليه وتسأله اذا كان تعبان ما بيرضاش يجوابها وبيقولها هو انت عرفت ان ده السبب الحقيقي اللي خلانا هسافر واسيبك ده السبب اللي خلانا اوعد عنك ممكن ترجعيلي بتتوتر شيئا من كلامه ما بتعرفش ترد عليه لكن بيحضنها بيقولها انا كنت مريض وسفرت علشان اتعالج بيعتذر لها وبطلب منها تسمحه وترجعه بتتفاجئ من اللي سمعته وبتساعده يقوم وبتشكره علشان قالها الحقيقة بس بتعرفوا ان اللي بينهم خلاص انتهى وما بقاش عندها مشاعر نحيته لانها بتحب حد تاني وبتسيبه وبتمشي في الوقت ده بيبقى جون قاد مع والدته وبتبقى مصممة انها تاخده معاها الامريكا علشان تبعده عن شيئا بس هو بيرفض وبيعرف انه طول عمره ويفضل يسمع كلامها ولا ايه انا مش هبعد عن حبيبتي مهما عملتي وبيروح علشان يقابلها وبيلقى قعدة الوحدازة علانة وبتكلم نفسها وبيندي كده عليها بتفرح لما بتشوفه بتجري عليه وبتحضنه بتقوله انها مفتقدة وبتأثر بكلامها بتأسف لها لانه تأخر عليها وبيقرر ياخدها في موعد وبيودها للمحل الالعاب يحسن نفسيتها بيخالها تسوق متسكليات بنفسها وبتبقى اشياء مبسوطة لانها اول مرة تعمل كده في حياتها بعدها بيدخلوا علعاب كتارية وبتنجح انها تهزموا وبتمسك بقى المايكو وبتفضل تغني لكن بيسد ويتني وبالله اه كد بتتنمر على صوتي انا نفسي تسمع صوتها وتعرف يا اسمع ايه كاروان في زمانه بيغني يا جدعان بتتعصب وبتطلب من ان هو اللي يغني وبتطر يسمع كلامها لكنها بتتفاجئ ان صوته يعني يا حلو عزيزي المشاهد برضو الراجل برضو وكان بيكتد علشان يبهرها وبتفضل بص عليه وانها بتطلع قلوب وفي اخر اليوم بيتمشوا مع بعض وبتكون شاية فرحانة وبتقولوا ان ده احلى يوم في حياتي وبتشكروا لانه موجود معاها وبتدخل بقى البيت وبتتخلص من كل ذكرياتها مع حبيبها القديم علشان تبدأ صفحة جديدة مع جون تاني يوم الصبح بيتقابلوا قدام البيت وبتفقوا يروح يجروا مع بعض ويلعبوا رياضة اه صحابنا برضو ناس مكتهد بيحبوا يحافظوا على اليقيتهم وفجأة بتقف عربية قدامهم وبينزل منها ام البطل وبتتوتر شها لما بتشوفها وبترحب بيها بس جون بيستجمع شجاعته وبيمسك اديها وبيعرف امه انها حبيبته وانهم مرتبطين وبيتوعدوا الام بتتفاجئ من جراؤته وبتطلب منه يتكلموا الوحدهم وبتضطر شها تسيبهم وتمشي ولما بيدخلوا للبيت بتعرف امه انها تفضل قاعدة معاها في البيت ومش هتسافر لما هو كمان يسافر معاها بنروح لصاحبتنا شها اللي بتقرر تروح الشغل لكنها ما بتبقاش مركزة وبتفضل تفكر في اللي حصل وبيلاحز الكل انها مش على طبيعتها وبيبعت لها جون رسالة بيعرفها اللي حصل بينه وبين والدته وبطلب منها ما تخليش امه تشوفها علشان ما يحصلش مشاكل وبتتوطر شها ومش عارفها تعمل ايه في المصيبة ده بالليل بترجع للبيت وبتحاول ما تعملش صوت علشان ما تحسش بيها لان هي المفروض عايش جنبها لكن هبا جون من وراها بيمسك اديها وبياخدها وبطلعها للسطح علشان يتكلم معاها بيحضن لنها وحشته وبيطمنها انه يفضل يحاول مع والدته انا مش هسيبها غير لما تسافر هي وتسيبنا انا معاك يا جميل لان يوم بيهرب جون من الشركة وبيروح لمطعم صاحبهم بس بيتفاجئ انه زحمة وعنده زباين كتير والبنات كلها معجبة بوسمته وبيفتكروش غال في المطعم وبيفضل يعكسه فيه وبيطلبوا منه يجيب لهم الاكل بيضطر يوافق وبيبدأ يساعد صاحبه في الشغل وبيقدم لهم الاكل بنفسه وده اللي بيساعد انه يكسب فلوس كتير وبينبير صاحبه بالله حصل وبطلب منه يساعده كل يوم علشان يجيب له زباين اكتر وبالليل وشيه كده راجع من الشغل بتتفاجئ انه حبيبها القديم مستناه قدام البيت بتستغرب وبتروح تتكلم معه بتسأله بيعمل ايه هنا بيبقى متأثر وبانفصلهم ومش عارف لسه يتخطاها بتقوله انت هتنساني مع الوقت وبتطلب منه يمشي وما يجيش تاني انا مريت باللي انت مريت بي لازم تدوق نفس الكاس لاني مبقاش في بيننا حاجة حتى لو انت كنت مريت كان المفروض تعرفني وقتها اقولك اه استحمل ولا نبعد بتشوفهم ام البطلة وهي راجع للبيت وبتفتكر ان في حاجة ما بينهم ولما ينجي بيمشي بتروح تتكلم معاها بتقولها انت تلقيت بتلعب بديلك انفصل عن ابن حبيبي ورجعها لحبيبك القديم بس الشي بتعرفها ان جون هو اللي فضل يحاول معاها لحد لما وعت في حبه بتتفاجئ الامه وبتحاول تخوفها منه وبتقول لها انا خايف عليك علشان ابني ده وات صايع وات كده بتاع بنات وضايع بيادة عنها حسن لك بس الشي ما بتصدقاش لانها عرفها وبتسيبها وبتمشي وبعدها جون بيرجعه وبيلها قاعدة في السطح وبيروح يتكلم معاها لكنها بتبقى متعصابة منه علشان خبعناها نار طبط كتير يعني في امريكا لو ايه بتقول له اسماء البنات اللي امه قالت له عليهم بالزبط بيعرفها ان البنات هم اللي كانوا بيحاولوا يرتبطوا بيه وهو كان بيصدوهم وبيمسيك ايديها وبيطلبوا منها تفسق فيه لكنها بتخاف اللي يكون بياخدحها وفي الاخر يرجع امريكا بتسيبه وتدخل للبيت وهي بتعيد تاني يوم بتروح للمدرسة علشان تقابل صاحبتها بس هناك بتشوف اتنين من الطلاب بينطوا من فوق الصور بتفتكر نفسها لما كانت كده مراكزة يوم وعملت نفس اللي عملته هي وجون وجون فضل معاها وفضل وراها لحد لما راحت ورجعت وبتحس ان مشاعرها صدقة معاها وان هو كمان مشاعره صدقة معاها وبتزعل انها ظلمته وبتشوفها صاحبتها وهي زعلانة وبتعرف انها تخنقت مع جون وبتاخدها علشان ياكله وتحسي نفسيتها عارفة نقطة ضعفاها في نفس الوقت بيروح جون يقعد مع صاحبه في المطعم وبيوري له صاحبه صورة لما كان في الجيش ويكون منهم صورة معاشية وبلاحظ انها زعلانة ومش بتضحك وبستعرف لان دي مش طبيعتها وبعرف من صاحبه ناكلة مكتابة لان حبيبها القديم سابع وسافر وقتها فضلت تحلم بكوابيس وبتأثر جون وبعرف انها خايفة هو كمان يعمل معاها كده وبتصعب عليه وبتكرر يطمنها بعدها صاحبت شيئة بترجع للمدرسة وبتبقى معدها من جنب الملعب وفجأة الكرة كنتها تغبط فيها بس زملها اللي معجب بيها بيشوفها وبيجرى عليها بيقف قدامها علشان يحميها بس هبا الكرة جات في وشه هو بتتأثر باللي عمله وبتروح معلي الايادة وهناك بتشكرها على كل حاجة حلوة كده بيقفها في ظهرها بس انا مستغربة انت ليه دايما بتتهرب مني بيبدأ يتوتر وبيتكرر يعترف لها بكل حاجة بيقولها انا مواجب بك من اول مرة شفتك فيها لكن انت ما كنتش حاسة بيها ودبرتلي موعد مع صاحبتك وبيستجمع شجاعته وبيقولها ان هو لسه بيحبها بتفرح بكلامه وبتقوله ان هي كمان بتحبه وبيحضنه بعض وحتى حبة سانتالوب عزيز المشاهد لو ايه بيرتبطه والحمد لله اخيرا يعني ربنا وفق راسين عبالي الابطال بتوعنا وبالليل بترجع ام البطل للبيت وبتلاقيه قاعد في السطح ومستنيش هي ترجع بتقولها وانت بتحبها للدرجات دي بيترفلها انها حب حياته من ايام المدرسة ومستحيل يضايحها من ايده تاني وبيسيبها علشان يروح يقابلها في الوقت ده بتبقى اشياء بتفكر فيه وما بتصدق معاد الشغل ينتهي بتسيب الشركة وبتجري علشان تروح له لكنها بتعد الطريق من غير ما تاخد بالها كنت هتعمل حادثة والحسن الحظ جنبي يلحقها في الوقت المناسب اشياء بتتفاجئ من اللي حصل ومش مستدى ان هو قدامها وبتفكر انها بتتخيل لكن بيحضنها علشان يطمنها وبيعتذر له ان هو زعلها ويقعد ان هو مش هيامل اي حاجة تزعلها وهي كمان بتعتذر له وبتعرفه انها واسقة فيه وبتصلحه وبيرجع تاني السامنة على العسا فاضل بس يعملوا اللايك والاشتراك عزيز المشاهد يعني علشان الدنيا تبقى جميلة خالص والكل يتبسط بيتماشوا مع بعض الحد البيت وبتطلب منه يمشي لانها خايفة علي من البارد لكن بيرفض وبيصمم يفضل معا لانها وحشاة هو بتضطر تدخلوا البيت عندها علشان تتبخلوا بنفسها لكنها بتبقى متوترة منه وكلما يقرب بتخاف وتبع هو عمال يضحك على تصرفاتها وبيقعد كده مؤدب علشان بطنة ايه اتربى اصل انا اللي مربيف علشان كده بتكلم بسقة رب يطلع بس ترباية عادلة بيفضلوا ياكلوا مع بعض لكنها فجأة بتتكابل وهي اللي بتقع فوقه اخيرا قلتلك يا جماعنا اللي مربيه محدش ربها هي طبعا هي بتحس بالاحراج بيقولهاها هوق والله العزيم انا ما عملتش حاجة وكنت قاد مؤدب انت لو قعت فوق وبيفضل يتحكه وبيكسروا التوتر اللي كان بينهم بعدها بيحكي لها عن والدته وبالله هي ما بتحبش كوريا علشان خاطر للأسف كانت بتحب والدي ووالدي مات هنا في كوريا وقررت تبعد عن المكان كله من كتر حبها ليه وتسافر ممكن تتخطا وبيتأخر الوقت وبتطر ينام عندها ثاني يوم بيصحوا بدري وبيحاول يخرجه من غير صوت علشان امه ما تحسش بيه بس ايه طلعت مستنيهم على السلم الفلحين وبتشوف كده وهو خارج من عندها وبيخافهم ونرد في علاها لكنها بتسيبهم وبتمشي من غير ما تتكلم الشياء بتستغرب وبتروح وراها لان شغلها من نفس الطريق وبتحاول تتكلم معاها الام بتستغرب من جرائتها وبيكون بيانا علاها انها بدأت تحبها بس برضو مش هتبين كده الحموات بقى بعدها صاحب تشياء بتلاحظ ان زميلها اللي معجبة بيه بيعملها ببرود قدام الناس وبتتعصب انت ادماءك تعبان يا ابني مش احنا ارتبطنا تعالى يا ابني هتكلم معاك في كلمتين فاهمك حاجة بمنك عبيوتو على الله بص احنا بمنعملش حاجة غلط انت يا حبيبي بتحبين وانا بحبك يعني الحب في العلن ليس خطيئة وبيوجب زميلها بكلامها وبيمسك ايديها وبيوعد ان هو هيعمل كده من هنا ورايح ده انت اديتني فرصته وراحتي في مجموات شباب معاديين هو سابق ده في ثانية ازاي عائل الجبان قلتلك عزيز المشاهد وبيمثل ان هو بيتخانق معا كده قدامهم وبيزعق لها وبيسيبها وبيمشي قلتلك شاكله مش يتعلم معايل بتاع جوت بوي ده احنا عايزين حد بات بوي يعرف يتعامل معاها بالليل بيروح جوني بقت عند شيء لانه مش عايز يواجه امه ويتخانق معاها لكنه بينام على نفسه وبتفضل شيء بص عليه وقلبها بيطلع كده فرشات وتفتكر في الاشباك وهما في المدرسة ساعة اتشافته وهو بيلعب مع فريق المدرسة وعجبت بمهاراته بمهاراته عزيز المشاهد علشان ما تظلمنيش وفضلت مركزها على مهاراته ومن بعدها وهي بدأت رأبه من بعيد علشان تشوف مهاراته لحد لما تقابلوا بالصدفة في المكتبة والاول مرة يقربوا من بعض وبنرجع للحاضر وبتكون شامش مثل ده انه هم مرتبطين بتحس انها بتحلم وبتحط ايديها على وشه كده علشان تتأكد انها فقلا قدامها لكن فجأة بيفتح عينيه وبتدح انها صاحب بيفضل يتحكوا ويهزروا مع بعض طول الليل هي دي الحياوة اللي بلاج ثاني يوم بتصح عشية وبتتفاجئ ان السماء بتنزل التلج بتروح تتفرج عليه وهي مبسوطة وفاجأة برين جرس البيت وبتفكره جون وبتروح علشان تفتح له لكن المفاجأة انها والدته بتقولها اهلا يا طنطق خش تفضلي بتحاول تقدم لها حاجة لكنها بتلاقي التلجة فاضية وبتحس بالإحراج بس الوالدة بتدي لها الظرف وبتقول لها افتحيه وبتضطر ايش هي تعمل كده وبتتفاجئ انها فيزا عليها فلوس كتير وبتقول لها انها موافقة على جوازها من جون لاني دي الطريقة الوحيدة اللي هتخليه يرجع معايا امريكا وبتطلب منها تستخدم الفيزا وتشتري كل اللي هي محتاجاها بتستغرب شها وبتسألها ازاي واثقت فيها بالسرعة عادية لكن والدته بتقول لها انا واثقة في اختيار جون لانه بيحب ولو انت كمان بتحبيه مش هتوفي قدام مستقبله وهتوافق تضحي بشغلك علشان تسافر معاه بتحترش هي وما بتبقاش عارفة تاخد قراره وبتنزل تتمشى في الشارع علشان تفكر وبتقابل او صاحبتها بالصدفة بتقعد معاه وبتحكي له كل حاجة وبتطلب منه كده ينصحها بمنه ابو صاحبتها يقول لها انت يا بنتي مع تيز زغيرة بيطلب منها تعمل اللي هي مقتنعة بيه تعمل الصاحب الحاجة اللي تخليك سعيدة بتتأثر بكلامه وبتشكره وبترجع للبيت وبتقعد لوحدها علشان تعرف تاخد قرار بالوقت ده بتبقى صاحبتها متضايقة لان حبيبها بيتجاهل قدام الناس ومخبع علاقاتهم الوقت ده جود بوي ومش هيجي معاه سك بتمشوا متعصابة لكنها بتتكابل والجزمة بتاعتها بتتقلع منها وبتحاول تخرجها لكنها مش بتعرف بيشوفها حبيبها وبيروح يسعادها وبيلبسها الجزمة بنفسه بيقرر يعرف كل الناس علاقاتهم هيعملها ابن اللعيبة ولا ايه بيمسك ايديها قدام المدير وكل المدرسين يا جماعة انا بحب البنت ديها اتوانا واتجوزها نا وهزبت لكم وبيشيلها وبيجري على المأزون عزيز المشاهد ما فيش وقت للتفاهم بعدها جون بيفضل يدور على شيء الحد لما بيلاقيها في مدرساتهم القديمة بيروح لها وبتمشي معاها وبتبدأ طاية وبتترف لانها بتحبه ومش عايزة تبعد عنه بس مش هوقدر يسفر امريكا قبل ما حقق حلمي وبتأثر بكلامها لكنه بيقدر موقفها وبيمسك دموحها بيحضنها علشان يخفف عنها بيعرفها انهم الزعلان بيعيد ان هو يخلص شغله ويرجع لها وبتلب منها تحقق حلمها علشان لما يرجع يتجوزه بتفرح بكلامه وبتقوله انها تستناه وبيتكرر يخرجه مع بعض في موعد اخيرا قبل ما يسافر بيرحوا للمطعم اللي تقابلوا فيه اول مرة وبيأكلوا مع بعض وبعدها بيرجعوا للبيت وبيشتروا شجرة ايدي الميلاد بيتصوروا جنبها علشان يحتفظوا بها كذكرى وبتفرجوا على فيلم رومانسي لحد لما بيناموا على نفسهم من الملأ لو كانت فرجوا عليها ما كانش كل ده حصل برضو ولا ايه رائك عزيز المشاهد اه بقولي في التعليقات رائك تاني يوم بيستعد جون علشان يسافر وبيستعرب عمه النشاة ما جاتش تزوره لكنه بيقوله انها ما بتحبش لحظات الوداع صاحبه بيحضنه وهو زعلان بيقوله انها يفتقده وبيوصله لحد المطار وبيفضل جون مستنى معادة طيارة بتاحته وفجأة الاشياء بتظهر وهي معها شنطة سفر وبتعرفه هنا اخدت اجازة من شغلها وقررت تسافر معاها وما فيش مشكلة هنا حقق حلم في امريكا طبعا هو بتفاجئ من كلامها وبيحضنه هو مش مصدق نفسه اخيرا هيسافر مع البنت اللي بيحبها وبيعاد انه يخلي باله منها وهبا سنتروبا بيدواها الزبيب وبيفتكر ذكرياته معاها لما بيلها بالصدفة ايام المدرسة واللحظات الحلوة اللي عاشوها مع بعض صاحبنا مش مصدق انه هم اخيرا هيعيشوا قصة حبهم الحقيقية بيقرروا يتجوزوا ايه اضباع حياتهم مع بعض في سعادة وبكده يا بنتين مسلسل اللطيف فما تنساش بقى انت يا جميل اللايك بتاعك كده عايزين نوصل فيديو ده الخمسين الف لايك والاشتراك لو انت مش مشترك وتليه في لافة في القناة انا واصلك فيه فيديوهات كتير هتعجبك واحلامس عليك يا جميل سلاسلاسلاسلاسلا